موسيقى يا مساء الرضا والسعادة على كل مشاهدي قناة تن وبالتحديد مشاهدي برنامج حكاية بنات مبدئين كده قبل ما نبدأ حلقتنا طبعا بنبعث كل التعازي ويعني كل الأمنيات لأهل وشعب المغرب إنه إن شاء الله قربوا يعدي ويعني بقاء الله في كل الناس اللي توفت ويا رب يقوم كل المصابين بألف سلامة وكمان نقدر نلاقي بعض الناس اللي لسه لحد دلوقتي جار البحث عن بعض المفقودين تحت الأنقاض قلبنا مع المغرب الحبيب الشقيق بس تحلوا بقى نروح لحتة تانية مختلفة شوية السوشيال ميديا السوشيال ميديا عالم كبير قرب المسافات بين الناس وشال الحدود يعني الفنان المطرب النجم الإعلامي فجأة الناس بقت مبقاش في حدود بين اللي بيستخدموا السوشيال ميديا وبين الشخص ده كمان ظهر انفلوانسرز وبلوجرز ويعني ناس كتير قوي حياتهم شوية لما بنبص لها بنحس ان احنا وراه او بعيد او فاضل كتير قوي على مابتنا يبقى شبه البيوت اللي بنشوفها على انستجرام وفيسبوك والحاجات دي بعيد قوي على معمل الميكب للبلوجر الفلانية عملته فرحة وبعدين بدأنا نقلدهم التقليد الاعمى في حين ان احنا نسينا ان الشكل اللي بيظهروا بيه ده ده جزء كبير من شغلهم هو ده المشروع فكرة الانبهار هو شغله يبهرك لكن مش بالضرورة ابدا يكون المحتوى اللي بيقدمه هي دي حياته الحقيقية مش كل حاجة بنشوفها في حاجات وفي مواقف كتير ليه علاقة بالانفلوانسرز احنا ما نعرفهاش فرجاءا رجاءا خلينا اكتر نركز في حياتنا ونبطل نقارن مش لازم خلص نعمل هانيمون في المالديف ولا لازم على فكرة نعمل هانيمون برا مصر اساسا في اماكن كتير جدا جوا مصر مبهرة وجميلة وينفع يتعمل فيها سيشانات يعني تطيارك كده من على الارض من الفرحة الكابل اللي معايا النهار ده بقا انا مفسوطة قوي بوجودهم معايا لان هما بالنسبالي انا بالنسبالي بجد من اكتر الناس اللي بيعدوا عن فكرة احنا هنطلع بشكل معين وهاي جايز وشايف ايه وهم معيوز ده خالص هم بيصوروا حياتهم الحقيقية بمعنى يعني مثلا على سبيل المثال هتلاقي فيديوهاتهم فيها مرتبتهم هتلاقي مثلا شاب عادي جدا وقولك انا والله انا مرتبة 3000 جنيه هنا جي انتشار الضيف اللي معايا انه اللي بيتفرج عليه او اللي بيسمعه حاسس ان الارقام اللي بيقولها دي منطقية لانه هو كمان بياخد الارقام دي بيكلم من بيتنا او يأصغر التفاصيل اللي ممكن نتخانق عليها في حياتنا او نقف عندها هو بيصورها زي ما هي واحد يوم عمل مليون متابع على السوشيال ميديا عمل ورق عينب يعني وارديحي والانيل انه هو جاب وراء العينب جاهز مرصوص هو بس رسه في الحلة وسواه ده فيديو الاحتفال بالمليون من وجهة نظر ضيوفنا فقدي ايه هم بسطين بيوسق بيوسق اللحظات اللي بيعلم فيها بنته الكلام ده غير انه يعيني زال البدنها عشان بيجيب لها بامبرز يعني دايما يقول لها والله العظيم يا لولي انا لو هوفر فلوس الكريمات بتاعت التسلخات بتاعتك هجيب دايو نبيرة فهو بجد بيكلم بجد هو مش بيقعد يكتب سكريبت ويقول هنقول كذا وبوست ياشرين ستوب هناخد ده تاني هنعمل فيش الكلام ده خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نشوف ضيوفنا عاملين ايه؟ ابقوا معنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما ولا حد يطلع يقول ما وصل مراته بص عامل ازاي ولا بص بيته عامل ازاي ما فكرتش تفكير ده قبل ما تبدأ فيديوهاتك بصي هو انا طبيعي فكرت يعني مش هجزب عليك يقولك ان انا ما فكرتش فكرت الصراحة بس اللي هو انت لو ركزت في الموضوع هتلاقي ان الشخص انت بتفرج عليه ده زيك عادي قاعد في البيت لابس مش عارف بيجامة يعني مثلا 90% الناس اللي بتعمل فيديوهاته بتاع لازم يبقى طالع عامل شعره مش عارف ايه والله بكسل يعني اخسر اخسر وشي حتى قبل ما عمل الفيديو الموضوع بسيط انا بحاجة بتحصل معي انا فيديو كنت منفخ ايوا في فيديوهات والله العزيم قبل كده واحد قال لي انت ليه كلما بتصور فيديو بتبقى لسه صحي من النوم قلت له عادي بيبقى ايوا صحي الاسد اللهو ملاح اسد ايوا صحي من نفخ ببت لسه منفخة برضو ليان برضو كت لسه منفخة و بتاع وحاجات كده انا بحب نوع الفيديوهات التلقائي لان انا مش بعرف اكتب اسكريبتات انا بعترفي انا مش بعرف اكتب اسكريبتات مش بعرف اعمل ايديت ماليش في جو المنتاج الجامد انا اللي هو كلها حاجات كده ايه يعني بداية قوي اللي هو عرف اتعمل بيها وبطلع بقولي الكلام فالناس هيلاقي بيتبعني حب فما مش عشان اللي هو بقى ده شخص بقى بيقدم محتوى مش عارف عامل ازاي ولا بيصور عامل ازاي فانا يمكن عشان كده او يعني جدعانة صح والله جدعانة ايوه لسه كنا بنتكلف المدرور ده هو دايما يقولك بصوا جماعة الفيديو ده والله مليء اي 30 لازمة وانت مش هتطلع بمعلومة انا عارف ان انت بتتفرج جدعانة فهو قضح ان انت جمهورك جدع يعني هو واقف معاك هو جمهور زهقاني بيزوق معاك ريتش بتاع اه وهو برضو بيزوق معا نفسه فما اللي هو برضو ايه يعني بيقعد يتفرج خمس دقيق واحد بيقول كلام ما لوش اي علاقه بالواقع لا سيقما هو انت بتجي دلوقات يفتحي السوشيال ميديا مش عارف اه اه اتدهب واشترو دهب والاقتصاد ومش عارفت ايه وشوية اصلي مش عارف حوارات احنا مكنوش نعرف الكلام ده مانناش دعوا بي انا حتى اما شفتلك ريفيو يا جماعة هو انت بتهم الريفيو انت ما بتقولش للناس ده حلو هو جاله سوشي حد بيعم سوشي اونلاين او حاجة كده فهو ده الاكل قالك انا مش بص هو هو سوشي او مش سوشي انا مش عارف لانما كانت السوشي هو بينقل بجد اللي هو حاسه هو بيقول حتى السوصات هو مش عارف قسميها انا معرفش يا راجل ما حاسبكش على الوردر ازاي لا هو كده كده هو فعلا ما حاسبنيش اه بجد ما هو مفروض يحاسب يعني انت بقولتش يعني عادة هنيطلع يقولك يا ربي هقولك النهاردة على مكان بقى تاكلوا منه سوشي فازيع ده هو بيأكل حاجة هو مش عارفها اصلا انا اقولك تاكل سوشي فازيع وانا اصلا ما معرفش طعم السوشي السوشي الفازيع عامل ازاي انا حتى ما كنتش عارف اكثر البتاع اللي بيأكلوا بيها دي اش عارف صاحب قال لي اسمها شو بيستيكس ولا اسمها ايه المهم المهم بصي حتى برضو ايه يعني المعلومات مش مش ملقوط قوي ما لها المعلقة بناكل ملوخية بناكل حاجات فالسوشي يعني جا كده الصراحة طيب خلينا روح لشيرين ايه يا شيري الحلوة والجمال والترفقية اللي انتي فيها في الفيديوهات دي عايز اقالك انتي عرفتي نظيم ازاي الاول تعارف كان عامل ازاي كان في عيد ميلاد واتخنقنا كانت خنقة كبيرة شوية وانا كنتش بحبه خالص يعني ما بنقولش كده في التلفزيون اه شيرين لا انا قلت بقى خلاص ما عايزو خميش تمام تمام بس اتخنقنا وبعدها باربع شهور كده تقابلنا تاني صدفة بعد اربع شهور بقى حسيت مش عارف ان هو بقى حلو بقى جميل حاجة كده بقى حلو بقى جميل يجي منا على فكرة جماعة شيرين بتطلع كده في الفيديوهات بجد يعني بصوا هي اعدا للوقتي ركابها بتعمل كده وخايفة هي كده في الفيديوهات حرفيا يعني هي كده طيب عايزة تاني شيرين ايه اكتر حاجة دايقتك شوية لما بدأتوا ان انتوا تعملوا محتوى على السوشيال ميديا يعني هل مثلا مثلا يعني حاجات مثلا ممكن نتوقعها هل في غيرة في كومنتات كده فيها حاجات رخمة بتاع تا هو فيه كده بس انا يعني مش بداي قوي بس هو نديم انا وثقى فيه بصراحة لكن لكن ما اتعرضتيش لحاجة زاي كده لا اتعرضت تشو اسقى فيه كده 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 اتعرضت كتير الله اكبر والله شفت لا انت اخترت صح زهر حاجة انت اخترت صح الحمد لله كلموني شوية عن ليان اه يعني حبيب بابا اه حبيب بابا هي لازم كده بس انا عايز اعرف حاجات انا شفتلكم فيديو الفيديو اللي المفروض شيرين انت بتقولي ان انت حامل بصوا يعني فكرة الفيديو ده اتعملت 40 مرة على السوشيال ميديا ولكن يفضل الكابل ده بالتحديد هو اكتر كابل حقيقي ليه هم ما عملوش شو ما عملوش بلالين ما عملوش حاجات بتفرقع وانا حامل وبتعود تحديد نوع الجنيب ما هوش كان ده خالص هي حطيته سمعات في ودانه وبتتكلم هو وبيقرأ الليبسنج بتاع شفايفها وبتاع والفيديو قد ايه كان حقيقي وانا عايز اقولك الفيديو ده لمسني اول يا نذيب لان هي حتى رد فعلها وانت رد فعلك كان شبهنا جدا انت ولا صرخت ورح واخدها في حضنه جدا وطب طب عليها والموضوع قد ايه كان حقيقي اصلا هصرخ ليه مراتي وحامل مني يعني سامل فهم الله عظيم يعني الموضوع انا مش قصدي والله ما احترامي احترامي كبير للناس بس لا مراتي وحامل مني بس برضو ما هي اول مرة بس ما هي ماشي اول مرة وتاني مرة وربنا يكرمنا بس اللي هو حاجة متوقعة فهم قصدي يعني مثلا زي اللي احرك دلوقتي موزيعا طب هي تطلع على التلفزيون تمام مش اقول ما هتطلعها ترمي الورق وتقول له ايه ده لا بس انت عيضت في الفيديو طب لما انت ما اتفاجئتش انت انت كنت اموشنال جدا في الفيديو انا من النوع اللي مش بعرف اعبر عن مشاعري وانشرين يعني شين عارف عني النقطة دي يعني انا اللي هعرف اعبر لك قدي انا فرحونت ولا هعرف اعبر لك قدي انا زعلان ولا ان انا بحبك يعني مش بعرف اقول بقى الكلام اللي هو اللي بالك فيه ده انا حتى لما قلنا على السوشيال ميديا انا كنت في اخر الشهر السادس حتى الناس استغربت قلتلي انت ما لاحقتيش انت ايه الحمل السريع احنا قلنا وانا في اخر السادس لان الناس كانت بدأت تشوفني في الشارع فيه بطن بقى فلازم اقول يعني قلت لا يعني نبطل كسل ونقول بقى ان انا عحامل طيب خليني اروح لموضوع في فيديو ليكو انا عايز افتكر الله اللي حتى في فيديو ليكو اللي انتو المفروض انو نزلين تقريب انتو صلوا العيد اه لا يا ربي الفيديو اللي انت تحدد فيه شيرين ان انت تعرف تتعامل مع ليان لوحدك فهي صاحة الصبحي نزلت والبنت نايمة جنبك وهو رح قايم من انو ماسك موبايل وحطه في وشه يعني حتى هو نور هو مش منور نور يا جماعة هو مصور في الظلمة يعني انت مصور في الظلمة كسل 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 ومعتمد على الفرايتنس بتاعت الموبايل حصل هنا انا عايز اتكلم في الحتة دي عشان احنا برنامجنا اسمه حكاية بنات طيب حكاية الامهات الستات لما انت بدأت اليوم كده مع ليلي وبدأت تقوم تغسله وشها واسنانها وكت بتطاليبها نياه تعتمد على نفسها وتقلع الـ طيب عندها تسعة شهور عايز ايه طفل عندها تسعة شهور مش خلاص بقى خلاص ايه؟ خلصنا دلع بقى نقوم نمشي نشوف بابا وماما عايزين ايه ننزل نجيب حاجة مثلا من تحت نبطل لبن نبطل انت حطيت البت فوق الكلاجة يا نزيم بعلمها ان ده سقف توقعاتك لا انا بعلمها ان ده سقف توقعاتك الحتة اللي انت عادة فيها دي شفت عاليا ازاي؟ لو قعتي هتنزلي على الارتك لا اخليكي فوق ما تنزليش دي نصيحة لقدام كل ده هتعرفه بعدين انا بأسس طفل طفل اللي هو يطلع عقاد نفسيه كتير انا بشوف بيقعد يتكلم معها في حاجات انا باستغرب يعني انت بطفلة يا ناديم انت بتقعد تقولها انا ما اعتبارها صاحبي حاجة عفتاح القوس انا والله عظيم ما اعتبارها صاحبي احب اهزر معها احب افضل اتكلم معها بتاع ماريكي حلو كله بس ما معاييش دلوقتي لازم افاهمها برضا المستوى بتاع ابوكي وصل لحد فين طب هي دلوقتي يسمى الله ليلي قد ايه عمرها؟ سنة وشهر سنة وشهر؟ تقول بابا بأمرت ايه؟ والله العظيم انتم مضلعين الاطفال ايوا بنت عندها سنة وشهر كنت بقول اسم سلاسي وانا عن تسع شهور عادي انت طلعت بطاقة على تانية تانية حضانة لأ بس بجد انت بتعمل مع البنت معاملة انت بتعملش انها طفلة انا لأ يعني انا ما بحبش مش قصدي ما بحبش عامل انها طفلة طبعا بس اللي هو خلي الطفل كده دردوح اتكلم معاه يعني اغلب الناس مش كده بشوف ان هم بيتكلموا الاطفال بلغة الاطفال يعني ان انا انت عارف بقى انت عارف ان انا بتصور لو انا ما كانوا الطفلي بتقولوا انجره ايوا انجره يا راجل مالا ايه انت يعني مش كيف يعني انت بتايا مثلا بيتك انها مولودة مثلا في عائلة ابوها اسمه نديم فاهمة وشغال موظف وفي شقة ايجار قديم وكمان اقول لها انجره فانا كده عليت عندها لفل الخنقة فاهمة انا انا اكلمها عادي انا بحب كده والله فاهمة الطفل كلموه عادي انما ايه ده 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 بتعمله ايه تآخر يزعله ان الاطفال طلع يعني فاهمة طيب شرين حكايات البنات انا رفتلك المرة برضو فيزيو كنت بتحاولي تلفتي نظر نديم ان انت عملتي دوافر واقعدتي طول الفيديو تعملي كده وما خدش باله ورد وما خدش باله من اي حاجة ايه حكايات البنات او تفاصيل البنات اللي ممكن تعمليها في البيت وبجد هو هو يعني فاهمش شفاه مش عارف ما انتي ما بتعمليش حاجات البنات في البيت لا اوكيات عمش باخد باله فبطلت يعني مثلا رموش معينة لزقتيها فما خدش باله لا 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 فيش الحاجات دي نحب الحاجات الطبيعية الجميلة بلا تركيب رموش بلا حوارات اصلاح هنركب رموش هنشيلها واللي تعود على الرمش بيت عنك بيبقى فاهمة لانه حرص بتعود انه هو وصل بقى الحد هنا من راهدة يليه بقى قدي كده بقى فاهمة انتي يتقمص يزعل بس انا برضو ما ننكرش شاباب اسكندرية دولو اسكندرانية بلدياتي ايه كلمني عن اكتر موقف بجد بقى مفوش اي ضحك خالص انت حسيت ان انت اخترت صح بنت اصول متربية كانت جدعة قول كان نفسي والله العزيم تسأليني السؤال ده والله لا بجد بصي الموضع ده حصل بعد ما خطبت شرين بالضبط بيومين احنا تخطبنا من هنا وجالي عقد عمل في احدى يعني الدول بكام يا باش عقد العمل بخمسة وتلاتين ألف طبعا الدنيا ساعتها مكنتش متضبطة معي وبتا شرين اكن جالها الفرصة اللي هو ايه راح تقلع الدهب ويلا خدوا بيه فانا طبعا اللي هو لا بقى انا يومين مخطوبين مخطوبين بقى انا يومين فشرين وشرين حتى ساعة ما لادرت تنقي دهب مش عارفت ايه بصي مش قصدي والله اللي انا يعني مش عايزها تنقي ولا عايزها تعمل بس شرين مش من النوع اللي تتمسك بقي حاجة مادية مش فارقة معي احنا هنأكل ايه محسستنيش في مرة ان انا صغير فاهم قصدي يعني في ستات كده بيوصلوا والله يعني مثلا احنا الصيف ده مثلا انا مروحناش مصيف في حتة جامدة لأ انا ببسلت من كلمته قالك محسستنيش ابدا ان انا صغير او ان انا مش قادر اساعدها اه شفتي اديتك حتة حنينة وانش اخذ ذالي بصي لا بس ازاي بتعملي كده ما ورضو البيت البيت ليه متطلبات وانتي كست عندك برنوتة هي كمان ليه متطلبات ازاي بتعرفي عشان انت حاجة حلوة على فكرة واحنا عايزين نحط قدنا على حاجات دي دي ناس شبهنا شبهي انا شخصيا يعني ازاي بتعرفي ما تطلبيش حاجات كتير جدا عشان ما تحسسيوش ان هو مش قادر عشان هو بصراحة لو معاه اخر جنيف جيبه بيحطه في البيت يعني هو عمره ما حرمني من اي حاجة ولو حتى الظروف مش احسن حاجة عمره ما بيحسسني بكده يعني دايما اصلا انا ببقى يعني اول حاجة اللي هو مثلا طب نأجل دي شوية لا انت محتاجة ده فاحنا هنجيب ده فهو بصراحة اللي عمل كده الاول مش انا يعني انا ما بعملش اي حاجة انا مش بشوف ان انا بعمل اي حاجة بس هو نديم كريم اوي في كل حاجة يعني بس ده تربية منك يعني انتوا فهمين هي شايفة انه هو ده طبيعي ان انا كزوجة اعمل كده هي مش شايفة ان هي كده سوري في اللفظ بتجب عليه او انه ده مش حقه لا لا ايا شايفة انه اي زوجة طبيعية لازم تعمل كده خلينا روح شوية برضو لحتة انت جت عليك فترة نديم على السوشال ميديا والدايقت انا قوي من الناس اللي هجمتك في الحتة دي لسانك تقل شوية ما عارفش كان ايه سبب المشكلة بس كان جالك مرض ما تقل اللسان شوية ايه هو المرض اللي جالك و ايه اللي حصل انا مش اول مرة الموضوع ده يجي لي انا قبل كده كان جاي ليه جلطتين اللي ثاني بيتقل يبقى في العصب السابع والتاع موضوع كده فانا المرة الاخيرة دي انا كنت بحسبها ان هي جلطة بتلعت موضوع نفسي وانت الضغط اللي عليك وبتاع انا كنت ضغط نفسي في الشغل جامد بصي انا عكس انا عشان كده دايما بقولها هي ربنا يكون فعونها يعني علي بجد انا شخص طول ما نقاعد بكون قالي بوشي انا بحب بعض الواحدي جدا ودي حاجة انا بحترمها في الشرين يعني شم الدياني خصيتي قوي اللي هو جميل هو انا داخل مسلا لقيتني مسلا مخنوق او زعلان مش مش هعود بقى قولك مالك وانت متحكيش وانت جاي علي بوشي تسرني تاخد البيت وتعود جوا شوية بتروح تلعها مسلا بعدها بساعة هي بالنسبة لها كبات قهوة دي ها مش جاي تقول لي كبات قهوة بس اتعرفت الحاجات الحالوة اللي انت بتذكرها دي فيه ستات بتعملها والراجل بيشوف انها عادي بص انت قهوة دلوقتي بذكرها انه لا بترضيني يعني هو بالنسبة له انه دي حاجات هي بتقدمها هي كيف تجبر بخطر يا بتديني مساعة فيه رجالة تانية يقولك لا ما هي الطبيعي لو قاعد تجيب لي قهوة الطبيعي ان انا مش عارف ايه بصي عشان هي برضو بتعمل معاك انتو شايفين مميزات بعض وانا اعتقد ان ده اللي بيميز السنائي ده انت قادر تشوف مميزاتها قوي وهي كمان قادر تشوف مميزاتك جدا انت هتتجوز ليه طالما انت مش شايف للمميزات يعني هتتعب بص ليه بنتعب نفسنا ومش عارف يقولك اصلي هي كانت ايام الخطوبة بتعمل وبتسوي ومشاكل معامي ومش عارف ايه بس اتجوزتها عشان بحبها نديم دايما بيسهلي الدنيا بسهل علي الدنيا يعني مش محسسني ان انا يعني انا اصلا اتجوزت ومبقفش عمل اي حاجة بقفش عمل شي اي حد هو كان بيسهلي الدنيا يعني الدنيا سهلة الدنيا بسيطة لو عندنا عزومة ممكن ادخل عايض في المطبخ هو يعمل الاكل ويقول لهم لا انا يعني الدنيا سهلة ما بيننا بس انا بجد والله العظيم من قلبي اوي والله يا شريم ربنا يديم عليكو نعمة الستر وربنا يديم عليكو نعمة انكو قادرين تشوفوا الحلوة ببعض ممكن انا امي دايما تقول لي العلاقات بين البنقدمين طول الوقت لو دورنا على مبررات تخلينا نحب اللي قدامنا هنلاقي ولو دورنا على مبررات تخلينا نكره اللي قدامنا برضو هنلاقي الشاطر اللي يعرف يدور على الحاجات الحلوة علشان احنا بنعيش الحياة مرة واحدة بس ربنا يديم عليكو نعمة الستر يا رب وتفرحوا بلايان وبسهالي كتير كتير حبيبة بابا المرة الجاية بقى حبيبة بابا كده مسلهبة حبيبة بابا بسهالي لايان كتير ربنا يا رب يفرحوا بيها وسلامي لمامة نديم ومامة شرين ربيته والله العظيم تلاتة ربيته ربنا يا رب يباريكلكم وبابا نديم وجران نديم وبابا شرين وبابا شرين حبيت ومية مع الأوردر تعد هنا للأسف فقرتي وقعدتي الحلوة مع نديم وشرين بتخلص هطلع فاصر سريع وارجع تاني استنوني شوي يا زبادي لسه مكملين معاكم فقراتنا عادة يعني كي لا بنحب نعمل Luckily مشتركة عند مش هقول بعضنا عندنا كلنا كلنا الحر اللي بيبقى مش أحسن حاجة المعدة اللي طول الوقت تبقى محتاجة اكل خصوصا مع الناس اللي بيخترت عليها الامر انه انا بعمل دايت يعني انا هوقف اكل فبجوع نفسي فالمعدة فاضية طب هنعمل ايه يعني الشهية المفتوحة الحرق اللي مش احسن حاجة التراهولات اللي ممكن تنتج عن خسارة الوزن لو انا يعني بعد الشرعان كل السمعين عندي مرض مزمن زي قلب زي ضغط زي سكر ازاي اقدر استخدم منتج يكون كله حاجات طبيعية وزارة وزارة الصحة موافقة عليه واهتموا لي قوي بموضوع وزارة الصحة موافقة عليه انه حاصل على ترخيص من وزارة الصحة دي حاجة مهمة قوي لان السوق الحقيقة بقى مليان منتجات كتير جدا وبعض الاحيان ممكن صديقتك تنصحك بحاجة سكوتي بقى ده انا جربت حتة حل حلو بقت جميلة وفاضيعة ونمتز حيط لقيت نفسي يعني دي انا كارزون فالنصائح الكتير والورقة اللي احيانا ورقة الضايت اللي بتلفة على العمارة وعلى الشلل كلها وعلى الحاجات دي ازاي نقدر نخس بشكل طبيعي ومن غير ما نحس بحرمان ومن غير ما وشنا او يحصل عندنا نقص في الفايتامين هنتكلم بالتفصيل الممل عن الدايت ومشاكله مع اخصائية التغذية الحاصلة على ماجستير في التغذية العلاجية مننا ياسر زكامل عامل ايه؟ الحمد لله كل بونه؟ الحمد لله فضل رب العالمي ويبقى عادة الناس اللي انا قلته ده هل فعلا لما الناس بتكلمك كأخصائية تغذية دي فعلا يعني دي المشاكل اللي انا بسمحها او واجهتنا انا كندا في الضايت بس عادة انت من طبيعة شغلك دي في مشاكل ولا في مشاكل تانية في الضايت احنا ما نعرفهاش ده في مشاكل كتير جدا اكثرهم الناس اللي عملت عمليات تكمين ومش عارفة تنزل في الوزن او وزنها بيزيد تقولك الوزن بيزيد انا عايزة حل دول اصعب ناس تقولك خلاص انا شلت معدتي اعمل اي تانا اكتر من كده شلت جزء ميسوري من الامعاء يعني طب انا دلوقتي انا عايزة حل الديني حل الديني حل يكون طبيعي وامن ومالوش اي اثار جانبية وكمان مرخص من وزارة الساحة وهو ده اللي جاي اللي اقولكم النهاردة كورس دكتور دعاء اسوهيل منتج طبيعي امن واقول تاني اختبار العينة يفرق كتير قوي معايا انه مش عليه اضافات فالقاو بعدين كده مش عارف اعمل اي حاج ولا اخد خطوة لقدام ولسه برضو عندي نقول سمنة بعض السمنة الليست عايزة اخس او الناس اللي قبل الجراحة او الناس اللي راح تعمل البلون تعالوا هنا تعالوا انت راحين فين تعالوا انا جاي النهاردة اقول لكم على الحل السحري اللي حرفيا هيفرق معاك جدا في بشرتك وفي شعرك وفي جسمك تبقي خفيفة عضلاتك وعضمك اللي بيوجعوكي طول الوقت بسبب الوزن الزيادة على العضم انا جاي بالك الحل النهاردة اول حاجة معنا النهاردة هي قشور السلية قشور السلية ما هتفرق معايا في ايه تفرق معايا تشبعني فترة كبيرة قادر سيطر على الجوع قادر ان مستويات السكر في الدم تتزبط انا عايزة سكر الدم عندي يبقى متزبط عشان ما زيتش ازيد عشان ما يحصل ليش زيادة في الوزن ويحصل كمان اني جسم بيخزن دهون انا مش عايزك جسمك يخزن دهون اصلا مريضة سكر بقى حلوة جدا ده كمان هيزبط لك مستويات سكر في الدم عايزة اقولك ان قشور السلية مناسبة لكل الاعمار مناسبة من اول عشر سنين لحد ما ستين سبعين تمانين سنة كل ده مناسب وآمن وملوش اي اثار جنبين بتشتغل ازاي نيجي الاهم نقطة انا دلوقتي معدتي او دلوقتي لما باكل باكل كميات كبيرة عشان املاها تبا انا هتديك حيز منها بس قشور السلية والباق يعني ايه كده بالبلدي انا عندي الحجمة بتاع المعدة 100% حططلك من 60 ل 75% في قشور السلية طبقة جلي سميك عارفين الجلي ده اللي بنعمله لاطفالنا هي طبعا عمنا زي الجلي كده وانتي بتشرح لي كده حاسيتني هي بلونة يعني هي بديل بلونة عشان كده بقول بديل بلونة بديل ان اروح اقصي معدتي وبديل حتى لو انا قصيت معدتي ولسه برضه عندي شوات كليات حلوين عايز اخصهم اقول لي القشور السلية بتعمل ايه؟ اولا هي عبارة عن اكياس بفتحها قبل الوجبة بشوية وبرضو الاستخدامات مع الفريق الطب المختص بفتحها قبل الوجبة بشوية وببتدي ان انا اشربها معا ان انا ضوبها في الماء دي قليف صفر سعرات حرارية احنا بنسميها سالبة سعرات حرارية سالبة يعني ايه سالبة؟ يعني صفر بتدخل جوه الجسم هيصرف عليها موجب عشان تتحرق يبقى انا كده خليت عندي انا جوه جسمي يصرف عليها يعني اخدت من مغزون الدهون حرقت دهون بالزيادة حسيت بالشبع الاطول فترة ممكنة ده خمس ست ساعات طبعا انا الشبع معي خمس ست ساعات انا زي ما اتفقنا مية في المية من ستين لخمسة سبعين في المية بطنك مليانة قشور السلم يوم ماكل هاكل قد ايه بقى هاكل خمسة عشرين في المية المتبقية او تلاتين في المية ايه دي احنا انا قدر اكل لو في قدامي محشي وقدامي بزبوسة وكل اكولي يعني مش هتطر مثلا ان انا يعني مثلا محبي لعيش جد انا بجد بحب لعيش قوي وبتداي قوي لما حق يعني لما عندي كده اسبوع في الضايت في قطع كرب بجد انا بتداي لانه الكرب ده بحيث نوع البنزين بتاعي بنزل التمرين ضايخة باجي الشغل مش قد رقف فهل فعلا الناس اللي ممكن تعاني من فكرة نقص الاكل او انت تطاعي كرب انا ممكن بقشور السليم دي اكل عيش تاكل عيش تاكل مكارونا ولسانة عصفور ورز واعملي محشي وكل اللي نفسك فيه اصلا اوعد قطعه كرب اوعه ولو حد قالوك قطعه كرب باجروا كده فروا منه اوعه اوعه تعمل الحركة دي لان حرفين قطعت البنزين انت الاسبوع دعملت سترس على جسمك بالزيادة وجسمك دخل في مجاعة ولو دخل في مجاعة مع السترس اللي انت عملتيه اللي هيحصل الكبد الجسم هيبتدي ياخد الكبد يبتدي يحول البروتين اللي انت اكلته يحوله الكاربوهايدرات والكاربوهايدرات تتخزن دهون وشكرا وكده احنا وصلنا الحيطة صد قبل ما توصلي للحيطة الصد انا بقولك عندنا بديل هيخليك شبعانة فترة كبيرة الجل اللي قلتلك هيحصل في معددك من قشور السليم هيزبط لك مستوى السكر في الدم الكبد الدهني هيتزبط والدهون السليسية هتتزبط مازاجك هيتزبط امعائك هتتزبط عايز اقولك امساك قلوله باي باي مفيش امساك خلاص لان القشور السليم صديقة اللي قولهم وديني للحرق عشان بجد مشكلة رخمة جدا جدا تبص تلاقي الواحد لما يعمل دايت ينزل في الاول شوية كيلوهات حلوين يفرح جدا وبعدين فجأة تبص تلاقي الجسم حلف انا مش هتحرك من مكان كلميني شوية عن حاجة تقدر تساعدني ان انا حرقي يعلى بالذات لو انا مثلا او بعض الناس اشان في بعض الناس يعني انا مثلا بتمرن بس بعض الناس ما عنداش مثلا القدرة المادية او ما عنداش الوقت ان هي تنزل تتمرن وقليلي بالزبط ايه المنتج اللي ممكن يعليجلي مشكلة الحرق القليل او المتوقف في الكورس دا حلوة قوي وايجينا عند نقطة مهمة واخنعيني ما عندي شوات ايه مو منقنا عن المجاهدين لا اقنعيني انا بصيني في وشي كده عشان انا سدقك بصيني مو منقنا عن الناس اللي عادة تمرك دي بصي هقولك على حاجة اصلا هي احنا بنتكلم عن مشكلة انا بتواجهني انا كمان على الفكر يعني انا اه كممت وكل حاجة بسي بتواجهني انا كمان فهموا قصدي فاحنا عايزين اكتر يبقى الموضوع في امل انا عايزة حس ان انا ممكن اخس تاني فهموا قصدي وكمان الناس الفرج علينا ممكن يخسوا تاني او لو ما خسوش اولاني ممكن يخسوا اصلا فعشان كده بكلمك في فكرة انه كلميني عن حاجة بجد تعلي حرقي بذات لو حرقي في الارض يا منا حلوة قوي دلوقتي ان حرقي بطيء ما عنديش وقت ما عنديش مقدرة مادية ما عنديش صح ان انا واحد اتمرت ما عنديش التلاتة دولية ستة انا ستة كبيرة في السن وقعدة في البيت بتفرج عليك ودلوقتي ادوني شوية اتقوى الامل ان في مفيش مستحيل انا عايزة خس مش عايزة اقصي معدتي مش عايزة اروح لجراحة انا بخاف ادوني حل الجورسينيا القهوة الخضر الشاية الاخضر التوتل بير الاربعة دول معانا النهاردة في كورس دكتور دعاء سهيل هم المسؤولين على الحرق واحدة واحدة كده معانا يعني ايه اصلا حرق ده اسمه عربي وانجليزي احماضة كلوروجينيك دي احماض مضادات اكسادة يعني تدخل على السموم تاكل السموم وتخرجها من الجسم كل السموم مقلت في الجسم كلما الحرق زاد عرفنا الحرق بيزيد منين وطبعا في مع الكورس حاجتين هداية المالتي فيتومين عشان يسد لي احتياجات اليومية وكمان كريم شد التراهولات عشان ما روحش اعمل جلسات ولا ادفع فلوس انا عايز ادفع حاجة يدوب بس الكورس مش عازلت في حاجتين ولا روح دكتور ولا روح جلسات ولا روح اعمل حقا مش عافية طب هل الكريم ده فعال مع الست مثلا اللي ولدت وطبعا بيبقى فيه ستريتش ماركس وتعرجات الجلد والخطوط البيضة والخطوط دي كلها بيبقى فعال مع الحالات دي فعال جدا 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 وده لسه هنشرحه اكتر اذا بقى لو عندي بطن سفلية لغ لغي اللطيف التراهولات اللي بتاقف الضرعين هنا دي عرفنا اه او الافخاد شكلها مش لطيف طب انا عايز حاجة تزبطلي ده هنشرحه لك وصبره بس انتوا استعجلوش عرزقك نيجي تاني للقهوة الخضرة القهوة الخضرة دي بتعلي مستويات الحرق ازاي اثبتت علميا والدراسات والحاجات الكتير قوي دي ان بتعلي الحرق ان تخلي عندك نشاط ذهني ابقى مصحصحة ونشاط بدني قدرة تحرك واروح واجي من انا كبيرة في السن هتخليك تتحركي وهالوزن لما بيخف الحملة بيخف حلوة قوي احنا انا ركبي هتتحسن هتتحسن ضهري وورقبتي ومش قادرة ووقفت بس عملت طبخت دراعي والله يا منا ماش قادرة عشان التقلي ده محمل على عظم انا كده زبطتلك الحرق في حاجة تزبط الحرق تاني في طبعا الجارسينيا ثمرة استوائية بتعلي مستويات الحرق في الجسم من غير ما تعلي ضربات القلب ولا تخليك مصدعة او تعللك الضغط حاجة كده طبيعية وامنة وملاش اثار جانبية الثورة الاستوائية دي عملوا منها كابسولات والقهوة الخضرة كابسولات عشان الطعم مش لطيف طب دي بتعمل ايه بتعلي الكولسترول النافع بتقلل الكولسترول الدور بتقلل من مستويات الكبد الدهني اللي احنا قلنا الكرش بيطلع لبرة بسبب الدهون وكمان بتحسن الدهون السلسية يعني ايه يقولك اصل الدكتور قال لي اعملي الفحص التحليل بتاع الدهون السلسية وطلع تعالي ايه وانا مخدودة على نفسي تعالي هنا هتخس بصحة مع الشحن المجاني كل ده عن طريق ان احنا نتصب الاركام دي والمتابعة مجانية مع الفريق الطب المختص نرجع تاني للجرسيني دي بتعمل ايه قولنا بتعلي النشاط الدهني والبدل نفس اللي بتعمله القهوة الخضر مضادات اكسادة رهيبة يعني اسمهم اقل اسألك على حاجة ايه موضوع فيتامين ايه اللي لو نقص في الجسم حرق برضو يتوتر حلو ابي احنا ليه الحرق بيتوتر بسبب انخفض مضادات الاكسادة الفيتامين ايه مضادات اكسادة احمدا كلوروجينت مضادات اكسادة الجرسيني مضادات اكسادة الشاي الاخضر من ضمن المنتجات اللي معنا مضادات اكسادة الرقم واحد يعني السموم بتقل الجسم يفوق المناعة الجسدية تزيد مع المالتي فيتام اللي أنا قلت عليه طب التوتي البري اللي أنا قلت عليه اللي هو رابع منتج معنا أربع أضعف فيتامين سي وهو ده المهم بالنسبة لي فيتامين سي يعني منعة قوية يعني الجسم الحرق بتاعه أحسن وأفضل وبدل ما أنا تدور برد رايح يلطشني جاي يلطشني الغدة الضريقية اللي عملت لفع الناس دلوقتي مناعتك الجسدية هتبقى حديد إيه ده يعني أنا كده هبقى حاسن أنا صحتي فيا عفية هو ده يبني أنا كده قلت أربع منتجات ومنتج أساسي قشور السلم والأربع منتجات هتعليل الحرق قادي كده خلصنا أهم حكتين زبطت لك الشبع والجوع زبطت لك الحرق بتاع الجسم نيجي بقى للطرهولات اللي هتحصل كريم شد الطرهولات يحتوي على حكتين الكافين والكالجين الكافين والكالجين نطول بيعملوا إيه أنا عندي طرهولات زي البلوزاتي ميش مين هيزبطت لي؟ ده بسبق إيه؟ نقص الكالجين وإن أنا خسيت بسرعة قوي إحنا ضد إن إحنا نخس بسرعة صحتك أهم يا فندا طيب أنا بخس أدهن على الكريم من أول يوم أدهن الكريم على المكان اللي هيدايقني لغلوغي على حسب عندي طرهولات في الضراع عندي طرهولات في البطن زي ما هنشوفي الناس دي قد إيه جسمها مشدود ومفيش طرهولات وفرق معهم جدا أحمد كلوروجينيك أو الجارسينيا أو الشاي الأغضر هو عدتاً الترهولات بتحصل في حالة إحنا كسينا كتير قوي ونقص الكالج ومارسناش رياضة اللي هي تمرين المقاومة اللي بعد قول عليها طول الوقت وقال لكم النهاردة التركاية حلوة قوي عشان نشوف ببطننا والكرش اللي يبقاش طالع بره إيه ده؟ لأ قولي لي إيه موضوع البطن ده؟ أنا أصلاً لو نوري الناس قد الإنجازات هنقول البطن دلوقت الإنجازات دي الناس دي عملتها لما أخدنا قشور السليم إدلنا إدرنا إن إحنا نشبعهم فترة كبيرة وإدلنا نسيطر عن جواناً الحالة اللي قدامي دي ده تحول تحول كلي وجزئي ويه كمان الكرش البلونة كابت دهني دهون سلوسية داخل بقى في حتة إن الدكتور قال له يا تخص يا إما ندخل على أمراض قلب اللي قدر الله طب هل حق نفسي؟ هل حق نفسي من غير مقف البققي ولا أدخل في مجاعة ينفع جداً وهنلاقي نتيجة حلوة جداً زي النتيجة اللي قدامنا دي الستات هم أعظم الستات النتائج الألوان بتختلف والوقفة بتختلف بعض الخساسان والصورة نفسها شكلها بيختلف هل كلهم أخذوا الأربع منتجات؟ لا ممكن شخص ياخد جارسينيا شخص تاني ياخد الأهوة الخضرة شخصية تاني ياخد الشاي الأخضر أو توتي البري لما راجل يكون مدايق وكرشه وجسمه ويخص 15 كيلو 15 كيلو ورقم مش سهل 15 كيلو يفرقوا مع صحته 15 كيلو أو 20 كيلو أو 50 كيلو عن 6 يفرقوا في صحتها يخلوا عافتها ترجع لها تاني يبقى الكولوجي اللي قلنا علي في الكريم شد الترهولات هيغنيني عن الجلسات هيغنيني عن حق أنت فتيت الدهون هيغنيني أنه راح تفع في الوصبر أنا بوفر لك حاجة هداية وكمان المالتي فيتامين اللي هيديني احتياجاتي اليومية واكل كل النفس فيه طيب عايز سألك على حاجة دلوقتي لو في حد المسادة المشاهدين قاعد يتفرج علينا وقرر أنه هو يطلب الكورس ده قالوا سلام عليكم أنا عايز الكورس مين بيرد عليه فريق طبي أنا ما أنا بقى عايز أتكلم في موضوع الفريق الطبي ده ليه؟ لأن في ناس كتير جدا ممكن تشتري الكورس وكل حاجة أو تظبط أكل بس ما عندهاش فكرة أن أنا أروح لدكتور أنا ما عنديش وقت أو ما عنديش القدرة المادية لتخليني أن أنا أروح لدكتور واتابع أو أيا كان كلميني شوية عن فريق الطبي إيه دور وبالضبط هل هو أصلي برضو يقول لك إيه؟ هو فيه دكتور هيرد علي هو الدكتور هيقعد ياخد الأوردرز بتاعت الناس أنا بقى عايز أكي تكلميني في الحتة دي إحنا فريق طبي متكامل دكتور دعاء سويل عاملة فريق طبي متكامل للحالات اللي هي عن زيادة الوزن وعايزين يخسر الناس دي محتاجة إيه؟ محتاجة بعض التعليمات إحنا ما بنديش أنظمة غزائية غير اللي عايز أنظمة غزائية يعني ما بنفردوش ده مش فرض أدي نقطة تاني نقطة إن المتابعة مجانية فريق طبي متخصص هيقول لك حالتك الصحية إيه؟ والله هتقول له أنا عندي ضغط لقدر عندي سكر عندي قلب باخد دواء الفلاني باخد دواء الضغط باخد دواء الغدة باخد دواء باخد دواء باخد دواء لا قدر الله لا والله أنا مش فيا حاجة على حسب يعني هو بيفصل لك نظام ينسبك انتي ولو مش عايزة في ناس تقول لك مش عايزة نظام على ذاكم بأكل البيت أو تقول لك دين نوت الدين تعليمات أنا أعز التعليمات لتفرق قوي على فكرة أخد بالي من كذا أخد بالي من كذا تنبهني التنبيهات تتخليني أخد بالي وحسن من حياتي أحسن من عاداتي الصحية لإنما شمزلتش في الوزن تاني إذ يعني مثلا مثلا في ناس تقول أنا قطعت الكاربوهيدرات لا يا فندم أنا بقول لك ما تقطعيش الكاربوهيدرات دي من أهم التعليمات فتأكل بنفس تصالحها مع الأكل تصالح مع الأكل ده من الحاجات البابوزة ضايت أنتي قلت برضو دلوقتي أنه مش كل الحالات ممكن تاخد الكورس ودي أمانة الحقيقة الواحد لازم يقولها يعني هل مثلا لو أنا بعاني من مشكلة معينة ممكن ترشحي لي منتج واحد بس من الكورس منتجين احنا قلنا قشور السلام عشان الشبع والجوع هدي ده أساسي الحاجة التانية هي بقى من اللاربع حاجات دول الأهوى الخضراء الجرسينيا والشاي الأخضر والتوت البري نخطئ معينة قشور السلام أساسي واللاربع حاجات دول هنختار منهم حاجة واحدة بس على حسب حالتك الصحية ومعنا المالتي فيتامين ومعنا كريم شد التراهلات المعدلة المتكملة هي دي زبطت الشبع والجوع تقريبا بعد قد إيه لو التزمت بالتعليمات اللي هاخدها من المختصين بعد إيه أقدر أحس أن فيه تغيير حصل في شكلي أقدر ألبس فستان في مناسبة والناس تقول لي إيه يا بنت اللازين اللي تزعملت ده بعد قد إيه تقريبا من استخدام الكورس من أول أسبوع إيه ده يعني إيه سحري طبيعي إنك لو زبطت أكلك وقللت المدخول اللي هو الأكل اللي داخل يعني نقصنا سعارات بسيطة خالص هتلنفسك خسيتي طب أنا بقولك يا ستي مع الأكل مع الكورس اللي احنا ناخده دكتور دعاء سويرد الكورس بتاعه كل ده يزبط لي إن أنا المدخول بتاعي الحركة تزيد الحرق يزيد إزاي في أول أسبوع هنقدر نخصه في أول أسبوع من نص كيلو لكيلو نص ودينا حاجة حلو قوي إن أنا ممكن أخلص الشهر ولو معامل ستة كيلو سبعة كيلو على حسب حرق طيب في ناس أصلا مش أكيلة يا منا أصلا هو مش غوي أكل ناس تانية أقولك أنا أصلا مش غوي سكر أنا باكل أملاح ناس تلتة معا يعني ما بيأكلوش كويس أو منعين أكلة ويا كان فكرة أن أنا أبقى مش باكل كويس أو أنا مش شخص أكيل ومع ذلك بتخن إيه السبب في ده وإيه في الكورسي يعالج المشكلة دي حلوة بي أنا باكل قليل وبزيد في الوزن الحرق فين الغضة الدراقية عاملة إيه فيتامين دا العامل إيه نرجع للأساسيات أساسيات العمارة اللي قلت عليها قبل كده من غير الأساسيات دي هلقى الحرق بطيء طب مين هيزبطلي في الكورس؟ قلنا معنا المالتي فيتامين لأنه إحنا قلنا ممكن يبقى عندنا نقص فيتامين دا ممكن نقص مخزون حديد زينك ممكن الغضة الدراقية وشغالة مش تمام كل دي أسباب إن الحرق يبقى بطيء في الآخر إن أنا أكلتي قليلة وبتخن دي حاجة تاني حاجة معنا ما بنامش كويس برضو من ضمن الحاجات ما بشربش مياه كويس برضو من ضمن الحاجات حاجة كمان معنا اللي هي هتزبط لي بقى الحاجات دي الجرسينيا نقول تاني عايزكوا تحفظوا والله القهوة الخضرة والشاي الأخضر والتوتل بر الأربع حاجات دول موجودين في الكورس عشان يزبطوا ليك الحرق في الجسم معين أكلتك قليلة عشان الحرق يزيد ويرجع يشتغل تاني والغضة الدراقية يعني هي نقول مش قادرة تقوم بمهمها كما يجب الجسم يرجع كما يجب يشتغل تاني اللي هي عشان زبطت أكله وزبطت إن أنا دخلت حاجة تزبط لكل الحرق بقى في ناس بيبقوا عارفين مواعيد دخلهم الحمام بمعنى إنه أنا بصحة الصبح أنا لازم يخش الحمام في بعض الناس لما بتعمل دايت تبصت لقيها بيحصل لها إمساك مش عارفة تخش الحمام في المواعيد اللي أنا بتعود عليها ممكن تقعد يومين ما بتعملش حمام فإيه السبب في ده يعني الإمساك هل لازم يصاحب الديت؟ في سببين أول سبب ممكن نقول ثلاثة كمان نقص المغنيزيم تاني سبب نقص الألياف تالت سبب مفيش مية والله كفاية في الجسم يا فندم هنديك منين ليونة والدنيا تبقى تمام رابع سبب مفيش معادن إحنا كنا قلنا ربع ده هلسة في كتير ده ألياف اللوم كل ده مقامات تعمليك إمساك الإمساك ده إيه اللي بيحرك الأمعاء واحدة واحدة كده السوديوم والبوتاسيوم والمغنيزيوم معادن؟ أولله معادن معادن لو نقصت بالذات في الأمعاء والهضم الشغال يعني معادن دي ملينات في الأمعاء البوتاسيوم والمغنيزيوم اللي اتنين المسؤولين مع السوديوم طبعا التلاتة دول مسؤولين يعملوا حاجة اسمها حركة أمعاء انقباضات عشان تزوق الأكل طب حضرتك ما تخولك قليل الإشارة اللي هتطلع من بطنك للعقل ده وحبة سغيرين هتقوله خرج إيه حبة دول مش هيخرج حاجة فيفضل التراكم يوم وراء التاني وراء التلاتة يبتاكلي قليل قوي عشان كده بانصحكم ما تاكلوش قليل كلو على حسب سعارات كور حرية ويعملو عجز بسيط خالص يبقى احنا كده عرفنا أنا ليه فيه إمساك نيجي بقى للتركاية بتاعت النهاردة وهو ده اللي عايزة أقوله عايزة يا منا بطني بشوف كده البنات يا منا بطنها لازق في ظهراء ازاي دي والكرشي كده ما ببقاش لطيف أظبت إزاي الموضوع ده ناخد نفس عميك من مناخيرنا نخرجه من بقنا وأنا بخرجه إن أنا أعمل انقباض لعضلات بطنك لا أنا عايزة عمل التمرين ده يلا أنا فيقى لك المهاردة يلا أنا هي واحدة بسمح من راحيم يلا قوليلي ايش خدي نفس من مناخيرك عميق قملي بي صدرك وبطنك طلعي من بقك شوية شوية وانتي بتطلعي اشفطي بطنك لجوه على قد ما تقدري العضلات توجعك أنا عايزة ده شفوتي جوه جوه كمان كمان جوه كمان جوه لحد ما تلاقي عضلاتك مسك قوي أيوة أيوة هيا دي حسنتي بعض راب بطنك إثبتي قدي من 1 إلى 30 حسنتي في قوسين فهما؟ فما دي الريش انقباض انقباض العضلات أولا هنحس إن عضلاتنا اشتغلت بدل ما تعودوا تعملنا تمارين بطنه مش جايبها نتيجة الدفع عالجة وإحنا قاعدين ده حسن الأول الكرشب بازبوزي لبازيس ده ومش ده الستاتات كلها مضايقة منه العضلات تقوى الدنيا تتحسن لأن في ناس عندهم انفصال وده حلو أول انفصال العضلات ثانية واحدة ثانية واحدة ده في حق عرب عند كابتن عبدالله حامد اللي بيمرني يا عبدالله أنا أيلاء لكن أنا شغلي ما فيهوش حركة وبقى قاعدة تمرين زي ده زي ما يقولوا ليش يعني أنا مش فهمة أنا أقدر وأنا قاعدة معيك دلوقتي أنت بتكلميني وأنا أقدر أبقى أيوة قبودي زي ما اتفقنا وهو ده ليميز شخص عن شخص أن أنا عارفة التركات الستات عايزة إيه الستات عايزة بتتحرك الديني حركة قليل أنا طول اليوم أيوة تعبال في البيت أودوني بس حاجة كده تزبطني مش عز روح الجم من عنديش وقت العيال وغدين وقت إيه البيت وغد وقت أحط عيالي فين كل الكلام ده بعديني قلت لكم تمرين يزبط لك قوي العضلات تنقبط الدينية تتزبط بطنك تدخل لجوة الناس بتوعي تقول أنت بطنك فلات إزاي أعملوا التمرين ده اللطيف جدا شربي ميا نامي كويس خدي الكورس بتاع دكتور ده عاق سهيل هيفرق معك في الحرق هيفرق معك في الشبع والجوة هيفرق معك التهرالات هتبتدي تقل مع عضلات بطنك اللي احنا قوناها دلوقتي دي شوية تركات هتلاقي النتيجة واو خلينا ننوه إن الكورس ده كل منتج ومصرح من وزارة الصحة بالمناسبة كمان حتى الهدايا وكمان حضراتكم تقدروا تطلبوا الكورس ده من خلال الأرقام اللي موجودة تحت هنا دي هتلاقوا في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دكترة وأغصائيين تغذية مختصين علشان يفصلولك وركزولي قوي على كلمة يفصلولك لأن كل بني آدم مننا حالة خاصة ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حد ينفع يعني يعيش حياة حد انت بيتفصل لك نظام ضايت خاص بك انت بتتواصلي مع ده كترة بيسألوك يا عن بيطلبوا منك حاجة اسمها انبادي انبادي العلم دلوقتي رايح ناحية إنه مش الميزان نحنا نقف على الميزان ونشوف الكتلة دي كلها لوكشة دي تطلع كم كده شروة واحدة لا العلم دلوقتي رايح في اتجاه ان احنا نعرف الجسم اللي قدامي ده فيه قد ايه عضلات فيه قد ايه دهون طب الدهون عنده متراكمة في انهي منطقة طيب الجسم ده لو خس ايه المناطق اللي بيبدأ يخس منها الاول طيب احنا المفروض نبقى على المثال بتاعنا في الدهون قد ايه بيطلبوا منك انبادي بالتفصيل في وزنك وعضلاتك ودهونك وكل التفاصيل دي فدي برضو حاجة مبشرة بالخير انه انت معاكي فريق طبي مركز قوي مع تفاصيلك كمان موضوع الكريم بتاع التراهلات يا جماعة ده رائع جدا انا شخصيا يعني اتمنى 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 بجد ان هو فعلا يكون فعال بالذات مع منطقة اللغة لانها النتائج اللي كانت معنا النهاردة دي لو حدها بتتكلم تقولك انا ما عنديش تراهلات انت شفتي الزاي الماشاء الله الستات عندهم الشيب الشكل بقى قلطف والبطن داخلت لجوا شفتي تراهلات صحيح ليه اللي ساعدهم خسينا واحدة واحدة زبطنا الفيتامينات والمعادل وكنا شبعانين وعندنا الحرق تمام بخسي بالمعادل الطبيعي بتاني ما بصدمش الجسم الفاتقه بدهم كتير بتنزل فالجلد يروح مراهل صحيح كده صحيح كده قلطك مية كتير بتنزل انا عايز اقولك ان الكلام في الضايت بجد والله العظيمة منها يعني الواحد ما بيزهقش منه والقاعدة معاكي الواحد ما بيزهقش منها شكرا منها للأسف فقرتي وعادتي الحلوة معاكي بتخلص لحد هنا للأسف حلقتي كمان بتخلص وبتنتهي اشوف حضراتكم بكرة باي باي زباية اشتركوا في القناة